موسيقى الصراحة اطلقينا احد خبر اللي صدمنا بزاف وصدم الحي كامل دياننا الكبير والصغير هذا الخبر الصراحة اللي بقى فيه الحالة انا من اللي سمعت خمسة الشبان من خيرات الابناء دي الحي دياننا الصراحة ماتوا تقبلنا اجتنا شي حاجة صعيبة وخل موت بالنسبة لأي واحد اللي موت قريبا عند الله ولكن صراحة طريقة بيش ماتوا ولا دي مسالوا حيث كانوا واحد شبان اللي نقول لك يعني كيطمحوا الواحد الهداف في حياتهم ومنهم واحد الشخص العزيز عليه وابقى فيه بزاف هو الاخ سيمو يعني كانوا واحد دريم كيطمح في الحياة وكيطمح باغي يحقق بزاف دي الاهداف ولكن الله ابغالي هاد الموتى وقدر الله احنا مقدروا ندخل فيه مؤخرا كان جا عندي مسكين بالحكم ان عندي انا هوندا جا عندي على الحساب اني بغي نزلي وحد رحيل واني نحاولوا لي منظارهم يعني بغي يستقرب بوحده واني نحاولوا لي منظارهم الازهر الحساب انه خدام تم في السبعتاش ويبغي يقرب شوية من العمل باش بي مبقاش مبعد ومرت وتي خدامة تم مسكينه وقخلا حامله والله يدر ليه شي تاوي دي الخير والله يصبره كان داز تقريبا نقول دابة شي خمسطاشر يوم كان داز مسكينه محدا ينيت من هنا شاف نيسلم عليك تلي كدير بخير هذير امور هاني قد يكون شي مزيان الحمدول الله مسكينه واحد دري طيب انا كان عارفه وملك الناس صغار وادي كان عارفه ودري درويش يعني كيبغي الخير لكل شي والله يرحمه فهذا النار بقى فينا وبقى في جامع المسلمين والله يصبر وليدي عليه شفت الحالة واحد حالة اللي ما غاد تمناش اي اسرة صار حالة صعيبة يعني وقى يكون قلبك ملح جارور ما كتعرفش دك السيد دولة هذي اين فوقت بتيت وقفت اما وعندك خمسط دقيق ما تقدرش تفع حابس لفكية دارور عيني قادي نغرقلو حت صارحة واحد لا قدرش نقول لك عاش نقول بالنسبة للدراري الأخرين كتش عارفهم شاومك؟ كان عارفهم ولكن ما عنديش واحد صيلة بهم كبيرة كما بالصيلة دي المرحوم السيمو لكن كان عارفهم عن بعد تمولد الحياة ديانا دراري دراوش تم ما صارحة يعني انسان من بليش كيفكر يدرش حاجة في حياته وهذا اهم حاجة كنحامض مهم